عايزين نتكلم على الكبد بشكل عام لأنه مرض مؤذي وبيق ليه تداعيات كثيرة صح الكبد ساعات أنا أسأل للطالب في الامتحان أقول لهم إيه أهم عضو في الجسم فيتلخم طالب زي فاش التالتة يقول للقلب يقول للقلب أخطر واحد أخطر في طالب أعجبني جدا قال لي حراك بتقيس الأهمية على أساس إيه عب الزبط كده المخ مهم والقلم والعين مهمة تقول له برافا عليك انت هتاخد فول مارك بالسؤال ده كمام انت بتقيس الأهمية على أساس عدد الوظائف اللي بيعملها الكبد ياخد رقم واحد رقم واحد عشان وظائفه لأنه بيأدي عدد وظائف غير عادي الكبد لا يقال فيه غير سبحان الله من حيث تتعد كده بنأكلها بنعملها بتانية نشوحها بيعمل كم من الوظائف غير عادي غير عادي فلو يعني الحلقة خليناها للكبد الطبيعي طب خلينا مع الكبد الطبيعي بيعمل إيه كويس ونخلي حلقة تانية لتلايف الكبد يعني مش هينفع لتين مع بعض الكبد له علاقة بكل التمثيل الغذائي يعني إيه تمثيل الغذائي أولا عادي كلت حتة عيش عايز استفيد منها حتة لحمة كويس أنا عارب في التمثيل الغذائي ده كويس يعني إيه تمثيل الغذائي فأنا كلت حتة عيش حتمر بمرحلتين المرحلة الأولى هي الهضب مش ممكن أدخل عيش في دمي لا أنا فتته بقى فتته يبقى آخر جولوكوس يبقى مادة سائلة مادة سائلة مادة جزائيات جزائيات مش بعين أنها تبقى أنها مادة سائلة الخطوة الأولى هي الهضمة اللي أنا قلته ده هضم هنهضم والخطوة التانية هي الامتصاص يدخلوا جوه الدم تمام يتوزع بقى عشان يتوزع لأ عشان أعملوا تمثيل الغذائي بقى عشان أستفيد منه تمام أحرقوا ياخد طاقة يطلع منه مية يطلع سائلة يكسيت كربون ده التمثيل الغذائي كل مادة في الجسم لها تمثيل غذائي محدد ربنا عمله يبقى أنا أكلت لحمة الخطوة الأولى أهضمها أصبحت أحمد أمينية الخطوة التانية أمتصها أدخلها جوه الدم تمام ليه الخطوة دول؟ عشان التمثيل الغذائي للبروتينات يمشي سليم أو التمثيل الغذائي للنشويات أو التمثيل الغذائي للدهون أنا هما ثلاث مواد اللي إحنا بنلعب بيها يا نشا يا بروتين يا دهو الأول يتضموا ينزل عليهم مواد تفتتهم يبقوا آخر حاجة جوزئ يخش جوه الدم ده الامتصاص أبتدي بقى أستفيد منه هم هعمل منه هرمون ماشي حرقوا الجسم الواحده بيوزع كده أفنم؟ الجسم الواحده بيوزع الحاجة دي أه 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 سبحان الله سبحان الله فعلا مين اللي بيقوم بعملية التوزيع؟ فهي بتمشي حسب احتياجك آه هي مترتبة اللي ناقص فين؟ اللي ناقص فين وأروح كده أه خدت فيتامين ديل أه طب ما يروحش اللي إيه في الكبد؟ يروح العظم عشان العظم محتاجه؟ العظم محتاجه أه محتاجه وكالسيوم يروح العظم ليه؟ لا أنا خدته كوليسترول يروح الكبد ليه؟ فكل عضو عارف يعني أه متحدد له هو هيعمل إيه؟ فالكبد له علاقة بالتمثيل الغذائي لجميع المواد أه جميع المواد عارف بتاكل ومش عارف إن العليمين ده أه بيعمل كل حاجة يعمل كل حاجة ناخد رقم واحد السكريات كويس أنا كالت حتة عيش رز ماكرونة نشا سكر أي حاجة كنافة الآخر خالص هتبقى جلقوس هتخش عالكبد هم يعني هخش من آآ من الأمعاء على الكبد عدل هم الكبد يسأل الدم بس مش هتسمعه يعني ها هولهم لغة هولهم لغة هولهم لغة يا دم عايز إيه؟ انت عايز سكر يقول لا ده الراجل ده مجنون ده كان واكل آآ صانيتينكو نافقة بكا ده سكره مظبوط جدا ها السكر ما يروحش الدم الكبد يروح واخده محوله مادة تانية عشان ما يعملش مصيبة يحوله حاجة تانية حاجة تانية حاجة اسمها جليكوجين هو سكر بس مسك في بعضه كل تلات اربعة جزئيات مسك في بعضه وتخزن في الكبد ليه؟ اه تشعل بقى تشعل ليه؟ للطوارئ لوقت بعوزة عالك صمت في رمضان ما بيجراش غيبوبة اه ولا السكر ينزل لماذا؟ الكبد يبتدي يديله المخزون اه ده اسم هو العقل المدبر يبقى الكبد بالنسبة للنشويات مهم جدا السكريات مهم جدا ليه؟ هو السكر حيخش عليها والكبد يتصرف طيب افرض ان فعلا كنت جعين وكان سكري واطي يخش على الدم دوري مهم لا السكر عالي في الدم وا 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 ده يتخزن في الكبد طبعا ما ننجعهم مرضى السكر بالوقتي حانا تكلم عليهم بعد شوي اه طيب عشان كده بنجد مقوحة كتيرة جدا من المريض مريض تلايف الكبد هو ما عندوش الحركة دي ما عندوش انه يخزن الزيادة وعند اللزوم يفك اللي عندو لو صام تبقى كارثة اه لو صام ما بيعرفش يفك انا بصوه ما عنديش مشكلة اه ليه؟ الجلايكوجين المخزن في الكبد يتفك الى جولوكوز اه هو ما عرفش يعمل كده فيجيله غايبوبة فمنفضل بقى نقنع فيه يا عم الحاج اللي عندو تلايف كبد ما يصمش لانه خطر عليه فالوظيفة الاولى للكبد تجاه السكريات هي حفظ السكر في الدم بالنسبة سكدة اي حاجة القصوية دي ايه دي حاجة زيادة يخزن عندو طيب لو ما عندوش يديله لو الكبد ما عندوش تخزينه يبقى مريض يبقى مريض يبقى كبد مش سليم لان الكبد الطبيعي يقدر يخزن كميات غير عادية الكبد عالفكرة عضو ضخم يعني طيب ادي اول حاجة بالنسبة للنشويات يبقى بالنسبة للنشويات هو مهم جدا 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 ليه؟ بيحميني من الغيبوبة نقص السكر وبيحميني ان السكر يعلى جدا بعد الاكل ان هو حيشيله اللي عندو تلايف كبد كثيرا ما يشخص مريض سكر كيفه؟ ما فيه سكر لا السكر بيخش ما بيتخزينه شو رح داخل عالدم دوري فبعد الاكل سكره عاليه جدا هو ما عندوه سكر هو كبده اللي وحش لان مفروض الكبد يعني اذا لو علجنا الكبد ما بقاش عندوه سكر هو ما عندوه سكر هو ظاهرة بس ان السكر بيعلى ليه؟ مش عارف يحوله اه وكأنه مش وكأنه هو عرض من اعراض مرض الكبد مرض الكبد يبقى اذا ممكن جدا عيان الكبد يجيلي بسكر عالي واغلط بتعالجوا علي انو مريض سكر واغلط لانا لو اديته ده سكر ده انا بقضي عليها لان هو مش كده خالص هو في الصيام طب هو دي بتعرفها بالتحاليل اه طبعا طبعا بالكشف بصباعي بصباعي تلاقي الكبد في حاجة اه كبده اه الكبد الطبيعي مايتحسش ما ايه؟ مايتحسش يعني احط ايدي على بطن العين واقول له خد نفس الطبيعي ما حسوش او حسه بقى بقى يعني جبر اه انما الكبد المتليف سهل جدا متحس بقى زي طوبة زي طوبة بقى طوبة هنا حس انه اه حاجة جمدة يعني في ايدي اه